معنا مشاهدين من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور مهر فرغلي خبير جماعات متشددة دكتور مهر أهلا وسهلا بك معنا بالإضافة إلى سعي بوكو حرام لنشر الخوف بين الناس من خلال اختطاف الأطفال هل تجدون أن هذه الجماعة تسعى أيضا من خلال اختطاف الأطفال إلى نشر فكرها وغرسة في عقول الأطفال وبالتالي تأسيس مجتمع خاص بها نعم سنرى يعني في الأولى الأخيرة آخر أحصائية حول خطف الأطفال سنجد أن جماعة بوكو حرام يا الجماعة الكبرى الأولى التي ركزت دائما على خطف الأطفال والمراهقين والسيدات يعني هذا أنا أراه من ناحية أنه ضعف يمر بالتنظيم يمر ببوكو حرام هي تريد أن لا يحدث لديها انقطاع جيلي هي تريد أن يسهل تسهل عمليات الاستقطاب ولا تجد عمليات الاستقطاب سهولة أكتر من ما تجده بين الأطفال وبين السيدات هي تجد تحاول التواصل مع أسر هؤلاء الأطفال تحاول أن تجد وسيلة وجريعة للضغط على أسر هؤلاء الأطفال كل هذه الأسباب المجتمع دفعت هذه الجماعة إلى خطف الأطفال والتركيز على خطف الأطفال أنا أراه أيضا أنه حالة ضعف وتمر بالتنظيم كما قلنا في البداية ومن ثم سنجد أن هذه العمليات ستتواصل من هذا التنظيم نظر الانتصارات الحكومة النيجيرية في الأولى الأخيرة على التنظيم والخطة المحكمة التي قام بها الجيش النيجيري وحيث شن أكثر من ضربة استطاع تحقيق مصر كبير جدا فضلا عن الانقسام والتشغل الذي يحدث بسبب الخلاف على الزدعامة وعلى القيادة داخل التنظيم بلا شك العمليات قد تتواصل من خطف الأطفال وسيدات لكن هذا مهشر على الهزيمة وليس على الانتصار طيب مدى نجاعتها دكتور في حال استمر التنظيم في اختطاف الأطفال كما توقعت حضرتك في ظل التدهور الحاصل في التنظيم واستمرار ضعفة نعم بالنحية النجاعة يعني أغلب العمليات التي يقوم بها الأطفال 90% منها تاشر نحن لو وجد مثلا على سبيل المثال الفرع الرئيسي لهذا التنظيم اللي هو داعش وجدناه في تركيا على سبيل المثال بسهولة شديدة كده كان يستقطب عناصر من الأطفال وتم القبض على 32 طفلة في أحد المباني يقوم بتدريبهم هذا التنظيم في العراق وجدنا كيف أن الأطفال يقومون بعمليات امتحارية فاشلة في سوريا في بعض المناطق أيضا فشلت عمليات الأطفال وكذلك أيضا في بوكو حرام حوالي 10% فقط العمليات التي يقوم بالأطفال لكن أنا أعتقد أن هذا التنظيم يركز على تكليف الأطفال بهذه العمليات لكي يصور في المقابل أن هناك قتل الأطفال في عملية سورة إعلامية مغيرة وستورة إعلامية مجيفة في الحقيقة رغم أنه هو من يقوم بقتل الأطفال في هذه العملية نعم دكتور من خلال متابعتكم لسياسة بوكو حرام هل تلمسون أي بوادر منها مثلا تمهد الطريق لإجراء محادثات مع الحكومة نيجيرية ووقف إطلاق النار خاصة بعد عملية خطف فتيات في شهر شباط الماضي ومن ثم أطلقوا السراحة هن لا حقا لا أتوقع ذلك بسبب أن القيادة مهتزة مشوشة قيادة هذا التنظيم السراع على القيادة بين أبو بكر الشكاو ومع آخرين في التنظيم هذه القيادة قيادة مهزوزة نفسيا بشكل كبير جدا سراع على الموارد وصراع على الغنائم وصراع على حتى السيدات التي تم اختطفهن كل هذا يؤدي في النهاية لفشل أي محادثات في الحقيقة أفكار التنظيم مشوشة للغاية هزيمة التنظيم لهم الذي قد بيعه هذا التنظيم وداعش في المركز أدى بالتالي إلى حدوث تشظ في الأفرع ومنها طرع بوكو حرام ومن ثم لا يسهل الآن الحوار مع هذا التنظيم مطلقا في هذه الأونة خاصة أن الحكومة الناجرية في المقابل تحقق انتصارات يعني هذه الانتصارات تدفع الحكومة الناجرية ألا تقدم تنازلات مطلقا لهذا التنظيم الموجود في الشمال شكرا جزيلا لك حدثنا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور ماهر فرغة لخبير جماعات متشددة